لا تشهد أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط إلى أوروبا تباطؤاً بل على العكس تتفاقم بشكل يومي يحاول المهاجرون من أصول إفريقية لعبور من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر البحر المتوسط وصولاً إلى إيطاليا وكلما ازداد عدد المهاجرين ارتفع عدد الضحايا في الحصيلة الأخيرة أفاد مسؤولون تونسيون بمقتل ما يقارب من ثلاثين شخصاً جراء غرق قاربين قرابة السواحل التونسية إلا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بل إنها السادثة في غضون أسبوع واحد لتصبح حصيلة الحوادث الستة كالتالي مقتل نحو أربعين شخصاً وفقدان ما يزيد على سبعين وإنقاذ عدد قليل جداً تحاول تونس جاهدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتتخذ السلطات التونسية خطوات واسعة في هذا الإطار إذ أعلن خفر السواحل التونسي إيقاف نحو ثمانين قارباً متوجهاً إلى إيطاليا خلال الأسبوع الماضي واحتجاز أكثر من ثلاثة ألاف مهاجر معظمهم من إفريقيا الساحل القريب من سفاقس بات نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط إلا أن إيطاليا المعنية الأول تحذر من تفاقم الأزمة وعدد المهاجرين خصوصاً أن الأمم المتحدة أشارت إلى إبحار ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس مقارنة بـ 1300 في نفس الفترة من عام 2022 ما يترك إيطاليا في موقف حساس أمام هذه الأعداد الهائلة نهاية التقرير عودة إلى شانتال ترجمة نانسي قنقر